اشتركوا في القناة ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين يوما فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكني سمعت النكع الفريدي شوي الحمد لله ربنا ألعب علي هو شهل مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لأي بصر لا تريد أن يرجع الله لماذا لعل يكون يحجتوا عند الظاهر يوم القيامة فيخفف عني بعضا منها العذاب وأقف لينا ديني وخائفا متنجدا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحده أذهب وحده فقط وليس معي أحد لكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله والحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لبلو القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم ورحمه الله ما أغلق الله بابا لعبدي بحكمة إلا فتح الله بابا يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقدت البصر لا 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 يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب علي نعم كنت أغضب أحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدر نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة لا أسأل الله أن نكون من ونفة جنة الفردة والسلام اللهم أمن فرت همومي وانشرح قلبم همون لما أتليتك كل الأحزان فرّه يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرر فرت همومي وانشرح قلبم همون ترجمة نانسي قنقر ولذي مختلف استطente لأن هذه الم Sweet